وزير التشغيل والسياسات الاجتماعية مارينا الفيرا كالديروني الحديث بالأساس حول برنامج تم الاتفاق عليه من سنة 2023 الامضاء كان منذ فترة والانتلاق رسميا يكون الان هو جزء من البرنامج نحكيه بأكثر تفاصيل حول شنو وهو البرنامج هذية بالضبط في أي إطار تكون الزيارة هذية زيارة وزيرة تشغيل الإيطالية عليك معنا بتليفون سيدة دونيز سالوستري اللي هي السكرتير جنرال أو الكاتبة العامة للغرفة التونسية الإيطالية للتجارة مرحبا بيك مرحبا بيك سيدة دونيز نحكيه على زيارة وزيرة تشغيل الإيطالية خلينا نحط الموضوع في إطاره شنو الهدف الأساسي من الزيارة هذية علما وأنه نحكيه على افتتاح رسمي لبرنامج ثام بلوس 2014-2026 بالضبط هل نحكيه على زيارة سيدة الوزيرة مثل بارح تدف إلى تعديز تعاون ما بين إيطاليا والتونس خاصة في مجال التكوين المحني والتساحل للإدراج المحني يعني نحكيه على سكرة نحكيه على ساحة بروتوكول ما بين الوزيرة الخارجية الإيطالي والوزيرة الخارجية التونتي للوصول 4,000 عمال نونسيزونية يعني خارج من من القانون الإيطالي للحجرة لدكرة فلوسيا كل عام إلى إيطاليا على مدة 30 سنوات وفي مرسل بفات تحاة اتفاقية تنفيذية ما بين أنيكي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلة وزيغل بيطاليا اللي هي الكنتروبارتي إيطاليا للأنيكي دونك ديكا هو اللي ترعام اللي ترخص اللي هي صارت عمناول عم بروتوكولوس شابوت بر العمش اللي هي الجامعية الإيطالية للبناء للتكوين والإدراج المهني للأربعين أشخاص صارت ونجحت البرجيط اللي تدك النجاح ومن غادي صارت البارد ثاني متال المشروع تام بلوز اللي هو يسترك في تمويل الاتحاد الأوروبي والوزارة الداخلية الإتالية ولينا في توني تلاجري بلوغنسي الانترنسي 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 المشروع هذا هو توضيف عالفين عمل في قطاع البناء في تاريا لمدة ثلاثة سنوات يعني التكوين والإدراج المهني للأربعين لتصير على مراحل مرة الحلولة أربعين واحد ومن بعد ثمانية ومن بعد ثمانية من أربعين سبع عشرين المجموعة مثل البروفيل فورمي لتكون تكوين في اللغة الإتالية والثقافة الإتالية والتبعا تكوين الفني والتقني المتعلق بالعمل والسلامة بالعمل يجب أن نفكر أن البرنامج يتم تنفيذ بالشراكة ELIS التي هي منظمة غير حكومية إتالية وفي دعا ملانيكي والوكالة التونسية التي تكون المهني وكما فكرت قبلها الزمعية الإتالية للبناء عندي إتالية هو الشباب هذه الفئة المكونين التي تم تكوينهم الفئة التي تم تكوينها وبشتل تحق بالبرنامج هذه ممكن ثم بعض التساؤلات حول الموضوع من ضمن هو أنه شنوع اللي نجم يحمي العمالة هذه مع توقتي تتواجه لإيتاليا وهل أنه تتواصل العملية ممكن تجديد العقود هذه ولا تنتهي بعد ثلاثة سنوات مع تشنوع الفكر من ورائه إجمالا خاصة أنه برشل العديد من التساؤلات حول المشروع في حد ذاته وفكرة الحد من الهجرة غير النظامية كما يطلقوا هل أنه هل برنامج هذية فعلا سيحد من الهجرة غير النظامية وكيفاش أو سينظم على الأقل هجرة العديد من الشباب إلى أي مدى فعلا ينجمي مثل نجاح المشروع هذية إضافة إلى نقطة أخرى صغيرة أنه القطاع هذا في حد ذاته هو قطاع البناء وقطاع هش جدا يعني الفئة اللي تخدم في القطاع هذية في أغلب بالأحيان يلقوا رواحهم على هامش المجتمع في إيطاليا يعني ما همش محمينين بالشكل الكافي العقود متاحهم ما هيش عقود مستدامة وإلا عقود حافظة للحقوق بشكل كافي إلى أي مدى هذا ممكن أو المنظومة الجديدة ممكن أن تحمي الشباب هذوم طبعا طبعا كما قلت يعني البروثيق سيليكشوني ديجا عندهم عندهم عدف متخدمة يعني شركات في إيطاليا ديجا تلبيهم دونك اوما لقانم بشكل خدمة في الدمان ديك يعني يعني سيقرانتي لحكيه ديك وغم لازم نسلم الذين تتأثن تتأثن يجب هذا دعم بد يتو الدولة السنسية ومن الدولة الإيطالية يعني فيما إتار مختلف المشروع تم فلوس يحب أن يدعم الحجر المنظمة والقانونية. يعني يلقون ترق أخرى للسعاد الشباب التونتي للخارج. لكي يهجر البرا. لكنه في حجر المنظمة والقانونية. يعني تطالما غارانتية. تطالما بسلامة. لذلك المشروع الوحيد الذي يحدث في الإطار. لذلك تقدم المشاريع الأخرى. التي تدعم الوكالة الإطالية للتعاون التنمية. وهي الأجنس الإطالية لتعاون التنمية. لتحصل في مجالات أخرى. يعني النقل أو السياحة. يعني يوجد الكثير من المشاريع. يوجد الكثير من المشاريع. كي ستكون لانسائي في الأن أو الشعر الأولى. إلى 2025. التي تدعم مجالات أخرى. والنسبة للشباب والمشاريع المختلفة. وهذا ما هو عليك. لأننا نحن فعله على المشاريع المشاريع. كي يجاوز على الهدفات على البلدان الزوض. يعني من الشراء في إطاليا. لأن السوق الإيطالي يعاني من نقط كبير من عدة عاملة خاصة في مجال المعينة. ومن شراء الأخرى، المشاريع يحبوا يدعموا طرق مختلفة للهجرة التي تكون منظمة وقانونية. نقطة أخيرة نختم بها معك سيدة دونيز، ويمكن هذا السؤال اللي كنت سألت وزادها منذ قليل، هو إلى أي مدى ممكن تجديد العقود هذية مع أنتها اليوم الشباب اللي بشيمشي هل ممكن أنه يبني حياة هذا المقصود مع أنتها اليوم وإلا هي مجرد عقود وقتية يوفى العمل فيها ويعودوا لتونس من بعد؟ هذية مهم جدا إضافة إلى الأعداد الكبيرة للشباب اللي طالب أو تحب هجر وللعمال اللي اكتشاف الحياة اللي هو مع أنتها الأسباب مختلفة هل ممكن المشروع من النوع هذية أنه يحد من الهجرة غير النظامية على الأقل هذا المعلن من الهدف من البرنامج؟ لأنه الأعداد بعيدة يسرى لبعضها. نحكيه على ألفين بالنسبة للمشروع هذية للبناء والقطاع هذية ولا أصناشن ألف إجمالا في المشروع إجمالا في مختلف القطاعات؟ نعم، بالنسبة للبرنامج ذيك، يحتاج إلى المشروع للمشروع وقتية، ما يعملون وقتية، ما يعملون في خدمة 3 سنوات ويقوموا في الخدمة يعني هما يسخلون جميعا في القانون الشغل الإتالي، يعني أبداً يكونون مترسمون وفي المترجم التي أفهم الغد فيها وفي المترجم الاجتماعات الآلية نفسها وفي المترجمات الغدية لا تقوم بحقًا مع حقًا مع حقًا مع حقًا مع حقًا مع حقًا مع حقًا وعندما تكون حقًا واضح شكرا لك سيدة دونيز سلوستري سكرتار جنرال لأولكات بالعامة للغرفاء تونسية الإيطالية لتجارة على كل التوضيحات التي قدمت نفكر في إطار الزيارة تقوم بها زيارة رسمية تقوم بها وزيرة العمل وزيرة التشغيل والسياسات الاجتماعية الإيطالية وقعدوا معنا رجعين بعد شوية ومازلنا بشي نواصلوا في حديثنا في إيكو ماجه عليكس بخصة فهم